نحن نتكلم مع حضراتكم على مباريات كاس العالم هناخد مع حضراتكم الجرافيكس الخاصة بالمباراة علشان نعرف أكتر عن لقاءات دور قبل النهاية طبعا دي مباريات الدور التمانية اللي كانت ما بين منتخب فرنسا وأورجوي احنا مع حضراتكم من بداية المشور فرنسا لعبة الأورجوي يوم الجمعة الساعة أربعة فرنسا تفوقت على المنتخب الأورجوياني بنتيجة 2-0 وبالتالي فرنسا تصعد لملاقات الفائز من طبعا بلجيكا والبرازيل هنا أرقام مباراة فرنسا وأورجوي فرنسا عدد الأهداف هدفين وعدد المحاولات 11 محاولة للمنتخب الفرنسي 11 محاولة لمنتخب أورجوي لكن أعتقد أن فرنسا كان لها إيجابية أكتر على مرمى أورجوي عكس منتخب أورجوي اللي ما كانش ليه إيجابية على منتخب فرنسا وده بسبب غياب إدنسون كافاني رأس حربة باريسان جرمان ورأس حربة المنتخب الأورجوي أما الرقلات الركنية 3 لمنتخب فرنسا 4 لمنتخب أورجوي أما حالات التسلل 0 لفرنسا و0 لأورجوي ونسبة امتلاك الكرة 58% لمنتخب فرنسا 42% لنسبة امتلاك للكرة الأورجوي أما دقة التمرير 81% و67% الأخطاء المرتكبة 15% على فرنسا 17% على أورجوي واستعادة الكرة 48% مقابل 45% نروح للبرازيل وبلجيكا 2-1 لصالح المنتخب البلجيكي أرقام المباراة نسبة الاستحوال 57% للمنتخب البرازيلي مقابل 43% دقة التمرير 89% مقابل 83% محاولات على المرمى 26% للمنتخب البرازيلي مقابل 8% للمنتخب البلجيكي واضح أنه كان فيه سربعة واستعجال من المنتخب البرازيلي نروح للمباراة التالية في مبارايات دور التمانية وهي مباراة إنجلترا والسويد واللي انتهت بفوز إنجلترا 2-0 على المنتخب السويدي نروح لإحصائيات المباراة بين الفرقين وأهم الأرقام الموجودة طبعا نسبة الاستحوال 57% للمنتخب الإنجليزي مقابل 43% دقة التمرير 80% للمنتخب الإنجليزي و74% للمنتخب السويدي أما الأخطاء المرتكبة 10 على السويد 7 على المنتخب الإنجليزي والمحاولات 7 للسويد 12 لإنجلترا نروح للمباراة الأخيرة ما بين كرواتيا وروسيا واللي انتهت 2-2 في الوقت الأصلي ثم رقلات الترجيح 4-3 للمنتخب الكرواتي إحصائيات مباراة روسيا وكرواتيا نسبة الاستحوال 64% للمنتخب الكرواتي مقابل 36% للمنتخب الروسي دقة التمرير 81% لكرواتيا 69% للمنتخب الروسي أما الأخطاء 25% على روسيا 18% على كرواتيا واستعادة الكروات 62% لروسيا 25% خطأ الأخطاء المرتكبة 25% خطأ 18% خطأ على كرواتيا واستعادة الكروات 62% مرة لروسيا 58% مرة لكرواتيا هدفين مونديال روسيا 2018 بتصدر الترتيب هاريكين 6 أهداف من المنتخب الإنجليزي لوكاكو من بلجيكا 4 أهداف أما رونالدو من البرتغال 4 أهداف وزيوبا لاعب روسيا 3 أهداف وأنسوان جريزمان من المنتخب الفرنسي 3 أهداف لسا مكملين مع حضراتكم في إحصائيات مونديال روسيا 2018 إلى عدد الهداف المسجلة 153 متوسط الهداف لكل مباراة هدفين فاصلة 6 هدف لكل مباراة عدد البطاقات الصفراء 200 بطاقة صفراء ومعدل البطاقات الصفراء لكل مباراة 3 كروت فاصلة 5 إنظار لكل مباراة أما البطاقات الحمراء 4 بطاقات حمراء لحد الوقت معدل البطاقات 0.07 كارت أحمر في المباراة وعدد التمريرات الناجحة 45 ألف تمريرة 278 ومتوسط التمريرات لكل مباراة 767.4 تمريرة لكل مباراة أما إحصائيات فرق مونديال روسيا أكبر عدد من الهداف هو منتخب بلجيك 14 هدف أفضل هجوم منتخب البرازيل 292 هجمة أفضل الممررين منتخب أسبانيا ومتصدر 3120 تمريرة ناجحة أفضل دفاع هو الدفاع السويدي بـ 224 بين إبعادات وتدخلات وتصديات لسا مكملين معاكم لأكثر المحاولات للاعبي مونديال روسيا 2018 هو نيمار 27 محاولة أكثر المسافات المقطوعة في سينو اللاعب أرجوي 52 كم أفضل التمريرات المكتملة سيرجيو راموس أسبانيا 485 تمرير ناجحة أفضل التصديات أتشوى حارس ألمكسيك بـ 25 تصدي بعد ما خرج حتى فمستحوز بشكل كبير على المركز ده نروح للقاءات نصف النهائي يوم الثلاث عشر يوليو زي ما قلت لحضراتكم مباراة فرنسا وبلجيكا الساعة ثمانية بتوقيت القاهرة أما المباراة التالية يوم الأربع 11 يوليو مباراة كرواتيا وإنجلترا هنشوف مين اللي هيقدر يصعد ما بين الفرقين ما بين الأربع فرقين هيقدر يكون موجود في دور النهائي للبطولة ومين هيلعب على التالت والرابع